الحقيقة أنه النهاردة الحلقة مليانة قصص وحكايات وأخبار لكن فيه خبر البيوت المصرية تبحث عنه وليس لديها إيجابة وفيه خبر المفروض أنه يبقى بنسمع عنه أبديتس كتير أو تحديثات كتيرة كده كل ساعة أو ساعتين بالكتير لكن الحقيقة فيه حالة فيه حاجة كده فيه حالة من الهدوء إحنا فاهمين بشكل كبير ومقدرين أنه كتير من البيوت المصرية بتنتظر وبتستعد لامتحان السنوية العامة وبناء عليه إحنا في الأيام القريب القليلة القادمة إحنا عارفين أنه في خلال 48 ساعة نتيجة السنوية العامة هتظهر وبالتالي كل اللي نقدر نعمله أو نتمنى أو نتابعه مع آلاف من الأسر هو أنه نعرف ونهدى ويبقى تغير المناهج وتغير نظم التعليم وتغير نظر التصحيح ونظم الامتحانات وكل التجارب بمميزاتها وبسبياتها وبإيجابياتها تبقى بالنسبة لنا فرصة لأنه نفهم معلومة مهمة جدا أنه مستقبل المهن في العالم مختلف تماما عن الأربع أو خمس كليات اللي إحنا عارفينه ونهدي أولادنا ونستغل للوقت يعني أعتقد أنه أفضل استغلال لوقت الانتظار هو أننا نبتدي أتمنى يعني أنه كل الشباب اللي في صنوية العامة يحضروا ورش عمل كده عن إيه أنواع المهارات اللي محتاجينها هو محتاج يذكر إيه جنب الجامعة والجامعة مش هتديهوله نفس الجامعات كمان تبتدي تفكر بأنه إيه اللي هنقدمه للطلبة كأنشطة جانبية جنب التعليم ممكن تخدم مهاراتهم في المستقبل وبالتالي نخلص بقى من الفجوة دي ونخلص من فجوة أنه بنخلص أربع سنين أو خمس سنين أو أي أن كان عدد سنوات الدراسة وبعدين نبتدي نتعلم من أول وجديد في الحياة العملية بتمنى وده مش أمنية مبنية على شوية مشاعر لكنها على حقائق العالم بيقولها سوق العمل بيقولها الصناعة بتقولها إنه المهارات بتكسب والمهارات أقوى بكتير من الشهادات واللي عايز النهاردة يشتغل وإحنا عارفين الوضع الاقتصادي الصعب والضاغط والعنيف اللي عايز النهاردة يشتغل محدش بيقوله شهادتك إيه افتكر كده آخر مرة أنت قدمت فيه على شغل حد سألك على شهادتك أو لو أنت قدمت على شغل قولت أصلنا يا جماعة خرج كذا ده بالمناسبة حاجة ضعيفة جدا ما تسمح لكش إنك تقول أنا محتاج أو أستقق الفرصة الأفضل ده واقع مؤلم لكنه واقع اللي احنا محتاجين كلنا نشتغل عليه عشان الأزمة الاقتصادية وعشان مستقبل ولادنا وعشان طريق التفكير نتخدم مستقبلهم هو إنه نحسن من مهاراتنا بعض الناس كده بيدخولوا كتير في حوارات إيه اللي قدر أقدمه مثلاً لبلدي في أزمة اقتصادية عالمية السؤال الإجابة الوحيدة البسيطة نعمل تشتغل صح اشتغل أحسن علي الكود علي المعيار في كل حاجة نعلي الكود في الإعلام نعلي الكود في الصناعة نعلي الكود في التجارة في طريقة المعاملات فتتحسن سمعة العامل المصري الصانع المصري التاجر المصري وبالتالي نقدر نقدم خدمة حقيقية لبلدنا